نظام مركز مين للإعلام بالفيوم ندوة بعنوان الصناعات اليدوية وإحياء الحرف التراثية في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحسين جودة الصناعات المحلية الصناعات اليدوية وإحياء الحرف التراثية ندوة نظامها مركز مين للإعلام بمحافظة الفيوم انطلاقا من حملة الهيئة العامة لاستعلامات لدعم الصناعات الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي وتحسين جودة الصناعات المحلية كذلك توطين الصناعات البيئية وحل مشكلات أصحاب المشروعات القائمة عليها يمكن الفيوم من المحافظات التي تختص أو تشتهر ببعض الحركة اليدوية التي تعتمد على المنتجات البيئية الموجودة داخل محافظة الفيوم وخاصة المنتجات الخاصة بالنخيل يمكن أن معظم المنتجات بيتم حاليا تصدرها للخارج من خلال مصادر أو آليات التصويق التي تتم داخل جمهورية مصر العربية الندوة التي جاءت بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية وبعض الرائبات ومكلفات الخدمة العامة تناولت كيفية خلق آفاق جديدة لتصويق الصناعات اليدوية والاستخدام الأمثل بالمنصات الإلكترونية لدعم عملية التصويق الهدف من اللقاء اليوم هو دعم الصناعة المحلية وحس المواطن الفيوني أولا على الإنتاج وعلى أجودة الإنتاج وأيضا على الاستهلاك استفاد حاجات كتيرا استفاد إزاي سواء منتجي أكتر من ما بسواءه واستفاد من خبر الزملائي واستفاد من الأستاذ الذين يعلمون إزاي نشغل أكتر أو من زين نطور من نفسينا والحاجات دي أيدي مصرية من السطول أطلقتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الندوة تناولت جهودها لسيما في مجال الاهتمام بالحرف الترافية واليدوية بالمحافظات المختلفة وما يمتب عن ذلك من دفع عدلة التنمية ودعم التنافسية كذلك تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل طبعا الندوات دي احنا بنرحب بها جدا لأهي بتلك الضوء على المبادرات الحكومية اللي بتتعمل اللي من هدفها التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بصفة عامة وده بينمي المبادرة أكتر وبيزود العدد فيها من العارضين وبنتوسع أكتر بشكل أوسع في المعارض المنتجات الحرفية والترافية تتعدد أنواعها التي تتليز بها القرى المصرية دعمها يحافظ عليها من الاندفار الدعم يتم من خلال تنظيم المعارض للمنتجيها داخل مصر وخارجها بما يعمل على زيادة المبيعات وخلق فرص جديدة للشباب والمرأة سوزان مصطفى التلفزيون المصري